اشتركوا في القناة لجمعية الوطنية لأسرى الشهداء وأسرى الصحراء المغربية السيموعاد مرحبا بك نرحب بكم ونشكر أنفسكم خاصة كما قلت في المقدمة المجلس مدينة الداربدا خد قراره بتفويت بجموعة من شقاق ساع عمارة الشهداء بالحيد المحمدي بمدينة الداربدا كيف تفاعلتم مع هذا القرار طبيعا الجمعية بالاهتمامات ومطالبها 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 ما حدث في الداربدا هو ليس قصرا على مجلس الداربدا وإنما شمل المجموعة للمدن مؤخرا تفاعلنا مع مطالب الجمعية ومطالبها بضغط من الجمعية الوطنية لأسر شهداء صحراء المغربية تم إخراج أوامر ملكية للوجود ولو فوق تمه تأخر نحن نتمين الأوامر الملكية ولكن نقول بأن الوقت كان متأخر من أجل تسوية القانونية مجموعة من المنازل لكي يقدموها أرامل شهداء من 1900 من سنوات الثمانينات ما هي أهم المدول التي عرفت هذه القضية تحتفوية الشقاق الأرامل لتع الشهداء؟ ممكن مجموعة المدول بينها مدينة ماراك الريباط الخميسات تيطوان تيطوان شفشاون مراك ممكن مجموعة المدول التي يتواجدون فيها أحياء دور الشهداء وممكن ندير زيارة للحيي الشهداء التي يتواجد الآن التي يتواجد باب المدينة تمارا لأن هذه العملية سبقت شكل مدينة التي كانت سبقة في هذه الإطارات؟ كانت مدينة الخميسات تسوى الوضعية بعض دور الشهداء في مدينة الخميسات في سنوات هذه إنما كانت العملية توقفت لا ندري لماذا؟ نحن نقول بأنها كين تماطل المؤسسة الحسن الثانية الأعمال الاجتماعية القدمة القدمة المحاربين لأن الأمر الملكي واضحة بلك العملية في مؤخرا الأول وآخر كانت لفائدة أعرام الشهداء وهذا يعني لديه طابعة إنسانية وطابعة الشماعية صحيح صحيح إن كان جديد إنه الجديد هو أن هذه الضيور تملكه بشكل قانوني وبشكل نهايي لأنه من قبل لا يوجد أيضا لتثبيت الملكية الحقيقية للمنازل هذه الأسر الشهداء الآن تمت تصريات الوضعية الوضعية القانونية للمنازل هذه بتنسيق بين المؤسسة الحسن الثانية للأعمال الشمعية القدمة القدمة المحاربين والسلطات المحلية بين الولايات والعملات والمحافظة والمحافظة وكيف ستتم عملية تفوت لأننا نفسر المتتبعي القانونية لأن المجلس المدينة أو مجلس أخرى فوتت لدي الناس العملية تفوت كيف ستتم تفوت تفوت يجب بعد تسويات الوضعية القانونية للبقعة الأرضية التي توجد عليها لذلك السكان أو لذلك العمارة لذلك الشهداء ومطبعها هذا لا يمكن أن يأتي إلا بتنسيق ما بين الجهات الوصية التي هي العمالة أو الولايات التي توجد في التراب لذلك الحي الشهداء وكذلك المحافظة التي تنسيق ما بين هذه الجهات وهذه البجوج ومؤسسة الحسن الثانية للعمال الاجتماعية القدمة على الإسكاريون والمحاربين من أجل الإخراج الوطائق القانونية لهذه المنازل بالنسبة لكم كجمعية وش عندكم شي إحصاء سعى عرامل تشهداء إحصاء ما شي دقيق لن نرجع مؤسسة الحسن الثاني اللي هو تلو سبعمائة أرمالة اللي باقي نحيين إنما كين كين تعتيم على الرقم الحقيقي لهذه الأسر وش عندكم تنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية 2018-2019 كانت اجتماعات تعقدنا مع مؤسسة الحسن الثاني مع مسؤولين عسكريين بينهم مسؤولين داخل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية كانت لقاءات في مدينة القناة وهذه اللقاءات هذه تكللت بالتفاق ولو أنه كان اتفاق شفوي على أسس أن المؤسسة تلتزيم بمجموعة ديال حل مجموعة المطالب لطراحة هذه الجمعية بينها السكن كنا شدنا على أن مجموعة من الأرمال نزكي يعيشوا مشكلة السكن ما عندهم السكن وكين لماذا الكاري كين أرمال لماذا كاريا يولدها كين أرمال اللي حسدنهم الأسر جيلهم كين أرمال اللي سكن سكن عسكري وظيف اللي كيتواجد خارج تكن العسكرية وبالتالي هما مهددين بالإفراغ وبالطرد من ذلك المنازل وطبع الحل احنا كنقولو هذا العمل هذا ديال التفويت ديال المساكن اللي 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 الثمانينات هو النتيجة ديال ضغوطة ديال 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 إنما لن تقولو إن المشكل ما تحلش بهذا التسوية ديال الوضعية القانوية لهذا المنازل هدو إنما ما زال ملفات أخرى ما زال مجموعة الأراميل اللي خاصهم الساكن اللائق وخص المؤسسة تسرع بالاستفادة ديالهم خاصة إن الأثار ليستفيدوش من من امتيازات أخرى ولا من حقوق أخرى بغض نطلع لدمير الساكن وشن أهم المطار بتاع الجمعية ديال وبالدرجة الأولى المهد بجيال تشغيل سنقول بأن مجموعة الأبناء الشهداء اللي يعانيوا البطالة حاملة شواهد وفي اللقاء ديالنا مع المسؤولين العسكريين في 2018 2019 كنا أكدنا على التشغيل وكانت وعود باش يتم الاهتمام بأبناء الشهداء خاصة أن قانون مكفولي الأمة اللي يحط تخصيص 25% في المباريات بالنسبة للأبناء الشهداء إلا أن هذا قانون مكفولي الأمة فهو لا يفعل هذا نسبة 25% معمارات تفاعلات ولكن الإشارة تتكون ضمن المباريات اللي يتم الإعلان على تقولوا مكفولي الأمة تتكون إشارة ولكن معمارات تفاعلات المجموعة والدليل هو أن مجموعة لابناء الشهداء الآن هما تعيشوا البطالة تعيشوا الإحباط تعيشوا التهميش الإقصاء وستنقلوا أن هذا غير معقول كان نرفض أن أبناء الناس اللي ضحوهم من أجل البلد بدماءهم وبحياتهم وعطوهم الكثير من أجل الوحدات الترابية المجموعة سيمو عد شكرا جزيلا على قبول الدعوة ومتتبعي قناة أنفاس بريس إلى اللقاء في لقاء جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة